أشرف أمير المؤمنين الملك محمد السادس بعمالة مقاطعات بلمسيك بجاة الدار البيضاء أسطات على تدشين مسجد فلسطين قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة ويشكل مسجد فلسطين الذي تم إنجازه وفقا للنمط المعماري المغربي الأصيل جزءا من البرنامج الوطني لتأهيل المساجد وقاعات الصلاة الآيلة للسقوط الذي أطلقه الملك محمد السادس في الرابع عشر من مايل عام 2010 بوجدة والذي يهدف على الخصوص إلى إعادة بناء أو إصلاح أو تربيم المساجد المغلقة وإعادة فتحها